استطاع المزارعون في بلدة كفرثلث جنوب قلقيليا الحفاظ على أراضيهم المهددة بالمصادرة عبر استصلاحها وزراعتها والاهتمام بها على نحو قطع الطريق أمام تنفيذ الاحتلال لمخططاته باستهداف هذه المنطقة نحن نروي هذه المنطقة التي تتعرض إلى محاولات ربطها بطريق من ألف منشي إلى معالي شامرون فالفكرة تنمية هذا الكطاع الزراعي والحفاظ عليه خطة العنقود التنموي الزراعي ساهمت في إحداث تنمية زراعية في هذه المنطقة من خلال توفير كل مقومات إنجاح العملية الزراعية من شبكة مياه وخطوط ناقلة وطرق زراعية مشروع الاستصلاح هذا فتحنا الطرق عملنا خزان الماي هذا يعني عملية مشجعة جدا أن فيه طرق وفيه خزان الماي مشان نروي فاستصلاحت 14 دلم يعني تكل فيه عالي جدا ولكن طبعا أكيد مش خسارة إن شاء الله فال14 دلم هذول زراعتهم في كل شتى أنواع الفواكه اللي هي لأول مرة تزرع في هذه المنطقة بالذات ويستهدف الاحتلال هذه الأراضي عبر مخطط يقضي بتنفيذ طريق التفافية لربط المستوطنات المحيطة ببلدة كفرثلث على حساب آلاف الدنومات هنا إن استصلاح الأراضي وفتح الطرق الزراعية ساهم في إحداث نهضة زراعية في هذه المنطقة رغم تهديدات الاحتلال ومعيقاته من بلدة كفرثلث جنوب قلقيلي أنا للجدع تلفزيون فلسطين